قال العمدة السابق للعاصمة البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يسير على خطى أدولف هتلر ونابوليون بونابارت وذلك بسعيه لخلق دولة أوروبية كبرى وأضاف بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة ساندي تيليغراف بأن الاتحاد الأوروبي يفتقر للديمقراطية وأن مصيره إلى الفشل ويعد جونسون من أقوى المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون كما ويعتبر أهم صوت في معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء المزمع في الثالث والعشرين من شهر يونيوح زيرانا مقبلة وقبل أقل من ستة أسابيع على الاستفتاء المثير للجدل تنقسم أصوات البريطانيين بالتساوي بين من يرغبون بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي وبين من يفضلون الخروج وفقا لإستطلاعات الرأي ورقة في الخبر في تقرير هشام الزواوي شبه بوريس جونسون عمدة لندن السابق أهداف الاتحاد الأوروبي بما كان يسعى إليه الزعيم النازي أدولف هتلر لتوحيد جميع دول أوروبا في كنف سلطة واحدة وقال جونسون أحد أبرز نواب حزب المحافظين والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن الزعيم النازي ونابوليوم بونابارت فشلوا في توحيد أوروبا واصفا فكرة الاتحاد الأوروبي بأنها محاولة لتكرار ذلك بطريقة مختلفة وردا على جونسون قال هيلاري بين وزير الخارجية في حكومة الظل بأن مقارنة جونسون ما هي إلا عدوان ويأس فيما اتهمت إفت كوبر إحدى أعضاء البرلمان المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي اتهمت جونسون بأنه يمارس لعبة حقيرة هذا ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في الثالث والعشرين من شهر يونيو حزيران المقبل عندما يصوت الناخبون البريطانيون على خروج بريطانيا أو بقائها في الاتحاد الأوروبي وقال جونسون أثناء مقابلة أجرتها معه صحيفة التليغراف البريطانية بأن تاريخ أوروبا شهد محاولات متكررة لإعادة اكتشاف العصر الذهبي للسلام والرخاء تحت حكم الإمبراطورية الرومانية مضيفا بقوله حاول نابوليوم وهتلر وغيرهم كثيرون تحقيق ذلك لكن النهاية كانت مأساوية ويواجه جونسون انتقادات لاذعة من قبل مؤيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تصريحاته الداعية للخروج والتي أدلى بها تزامنا مع بداية حملات التحشيد التي يشهدها الشارع البريطاني وكان من بين تلك الانتقادات ما صرح به عدد من السياسيين المؤيدين للبقاء أبرزهم إيفيت كوبر الوزيرة السابقة بحكومة حزب العمال والتي قالت عن بوريس بأنه يفتقر إلى القدرة على إصدار الحكم الصحيح على الأمور كما أنه يظهر استعدادا للعب على أوطار الانقسام والسخرية السياسية ومنذ بداية الحملات المؤيدة والمعارضة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والعمل يقوم على قدم وساق من قبل الجانبين وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فرص الحملات المؤيدة والمعارضة للخروج في حشد الناخبين باتت متساوية تقريبا في وقت حذر فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي سيكون له أثر مدمر على مشروعات البنى التحتية في المقابل قال جونسون بأن بريطانيا ينبغي لها أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بعدما شهد تغيرات جعلته مختلفا عما كان عليه أثناء توقيع بريطانيا اتفاقية الانضمام إليه هشام الزواوي لخدمة فدك الإخبارية